إن شاء الله رح أكون معكم بالفترة هاي نعطيك كورس الانتومي مورفولوجي وامبريولوجي الكور زي ما حكيت لكم شوي طويل لكنه ممتع فأتمنى لكم تدرس أول بأول وأي تساؤلات إيمالي موجودة على المودل تبعتوا عليه تمام أي رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستجرام أنا بأبل أي حدا بيضيفني بس ما برد طريقة الوحيدة للتواصل معكم هي عن طريق الإيمال الجامع فأي حدا عنده أي تساؤل بخصوص الكورس أي إشي أنا جاهزة للإجابة عنه طمام دكتور راتيك العافية بدي أسألك بالنسبة للسلايدات اللي معاك منازلتينش بعدك على المودل صح نعم هلأ بنا نحكي في الموضوع الزملائكم في الجروب اللي قبل بدهم السلايدات هلأ أنا بس بدي أحكي نقطة معينة الأساسي والأولاني هو الكتاب كتاب السلايدات أوكي رح أنزلهم لكن أي معلومة في الكتاب في السلايد مش موجودة ممكن أنا أحكيها ما أحد يجيني وقت الامتحان يقول لي ليش السلايد مش موجودة في هاي المعلومة من وين جبتيها المعلومة من الكتاب تمام تبتك ترد أسألك خصوصاً أنه إحنا إسا بهذا الوضع صار رايح علينا أسبوعين من المحاضرات ناحية الأسبوعين رح نعودكم بإذن الله يعني شغلة أسبوعين رايحة مش معناه أنه أنا صراحة أعطيكم المادة يلا هيك 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 السلايدات وتاخدوها وما تاخدوها بطريقة عن حق ورب يعني لا حمشي معكم بالسلايدات وبالكتاب نقطة نقطة لا تاخدو الكورس زيكم زي غيركم يعني هاي التأخير اللي صار صار بسبب معين حنحاول نصلحه ونتصالحه بس مش معناه أنه أنا والله بس أعطي يعني أغشكم فعلياً غش هذا لأن أنا أعطيكم السلايدات وغيركم من الدفعات السابقة أخد المساق بشكل مكثف من الكتاب وإنتوا بستخدوا السلايدات والمعلومات المختصرة فهذا غش لكم وأنا مستحيل أغشكم تمام؟ برجع بحكي الكتاب هذا بتطبعوه أو بتطبعو الشباتر ومش أنا بدي أطبعك أخليكم تطبعوا الكتاب عشان أنا بدي إياكم تفلسوا لأنه الكتاب كبير بس أنا بدي إياكم في هاي المرحلة تبلشوا تقرؤوا كتب تتعلموا تقرؤوا كتب عشان تفهموا أن الكتب لأنه في السنوات القادمة الثالثة ورابعة وخمسة أساس الكتاب السلايدات هاي هيك شغل براني بس للمساعدة زي ما حكيت فأنا هنزل السلايدات فقط علشان تتبعوا معي وتحطوا نوتس لكن برجع بكرر وبحكي الريفرنس الأساسي هو الإيش يا بيسان؟ الكتاب يعني إذا أجأ سؤال من الكتاب مكتوب عنه إشي بسيط في السلايد ما حدا يلومني الكتاب هو المصدر الأساسي والأول تمام؟ تمام دكتور شكرا واضح تمام هلا واحدة من الريفرنس اللي أنا بحبها كمان إنه فيه زي أبليكيشنز على الآيفون بتنزل بالحلو في هاي التو أبليكيشنز إنه بتقدروا أنتوا تطلعوا على السن أزا 3D واحد منهم I think إنه هاد فيله بعطيك زي multiple choice questions للسن مثلا بعمل لك زي كوز تمام؟ فحلو هيك بعد ما نخلص سن سن إنه تبلشوا تعملوا كوز لحالكم وبعطيك 3D view للسن من كل الأبعاد تمام؟ فأنا بنصح إنكم تنزلوا بدول التو أبليكيشن بساعدة عملية الدراسة ثالث ريفرنس أحيانا في نقاط معينة بسبب الزوم and so on يكون صعب إني أرسمها أو أشرح لكم إياها فممكن أعد أستعيل ببعض الفيديوهات على اليوتيوب مثلا أسير نزلها على المودل أو أحطها خلال الليكتشيرز أساس تسهل وتوضح البوينت اللي بنحكي عنها تمام؟ Introduction to Dental Anatomy نحكي بسم الله تمام شو تعريف Dental Anatomy؟ هو عبارة عن الساينس اللي بعمل study to the development تطور تمام؟ الأسنان كيف الdevelopment للأسنان الإمبريولوجي للفك والأسنان المورفولوجي الشكل الفنكشن الوظيفة والإيدنتي لأيتش توث يعني أنا حدرس كيف الأسنان بتتطور وبتنمو شو المورفولوجي لكل سن شو الفنكشن لكل سن وشو الـ Identity هوية؟ يعني فعليا كلمة Identity إنه كل سن رح ناخده على حدة بطريقة موسعة تمام؟ تفصيلية لحدها نتعرف على الأنتومي لهذا السن وبعد هيك حدرس علاقة الأسنان من ناحية الشكل والفورم والكلر مع بعضها البعض كيف بتعمل فنكشن مع بعضها البعض وكيف بتعمل فنكشن معي التوث في الأوبوزينج آرش تمام؟ حسب رأيكم شو أهمية هذا الكورس؟ تمام؟ أنا عندي بروتوكول أنا بثير بحب الحضور والغياب وبشدد على الحضور والغياب وخصوصاً On Time تمام؟ بلس إنه أنا بعرف إنه بعضكم بحط حضور بعدين بعمل نيوت وبروح يناو صح؟ فأنا علشان أضمن إنكم إنتم شغالين معي بالمية بالمية حظل أسأل خلال المحاضرة فيا نجمة هات نعمل دردش يا نجمة برأيك شو أهمية هذا الكورس؟ بقيتنا لتعرف على المصاق بشكل أكبر يعني منفوت فيه لأنه لها لا أخذ يعني تقيباً موال تخصص أوكي إيش كمان؟ حدا بعرف؟ يعني شو أهمية هذا المصاق عشان هيك تعطوه شوية أولوية أو اهتمام تمام هلأ نحن أزا دينتست الأوبراتب فيل تاعتنا هي الأوري الكابيتي صح؟ نشتغل على الأسنان والسوفتيشو سواء الجم أو الهارتيشو اللي هي عبارة عن البول أنسوءون هلأ أنا عشان أقدر أعرف وأشخص وأعالج أي مشكلة أنا لازم أعرف النورمال مورفولوجي أو النورمال أناتومي للسن صح؟ كيف شكله الطبيعي عشان أقدر أقيم إذا في عندي ديفولوبمنتل أبنورماليتي إشي غير طبيعي ليش مثلاً هذا الشخص مثلاً اللاتيرال إنسايزر عنده هيك شكله طب ما هو مو هيك الشكل الطبيعي فأنا حتى أقدر أوصل لعملية الدياجنوسيس والتشخيص الصحيح لازم أعرف النورمال أناتومي هاي أول نقطة ثاني نقطة واللي أنا بشوفها أهمية كبرى اللي هي الـ يعني عندي هذا المريض هاي نعتبرها صورة للأسنان العلوية والأسنان السفلية تمام؟ في مرحلة الإطباق تمام فايزة يا فايزة شو شايفة بهذا الصورة؟ هيكة شو ملاحظاتك؟ آه دكتورة آه يا فايزة إيش رأيك بهذه الصورة؟ دندردش تعتبريش النوكوز شو رأيك بهذه الصورة؟ فيها مشكلة؟ حاسة إنه الفك العلوي قدام الفك السفلي قوي كثير إنه لا هلا هذا الإشي الطبيعي إنه الأبر آرش عامل زي أوبر لابنك على الأبر آرش تمام عشان أسهلك الموضوع هلا لما نيجي نشخص أي صورة دايما هذا الجزء منسميه إيش؟ هذا الرايت سايد صح؟ مهم وهذا الليفت سايد إذا أنا أخدت إنه الميد لاين هيك تمام؟ مهم هذا اليميني هذا الرايت هذا الليفت تمام كمان مر بدي أمسح عشان تركزوا غالب في حدا اسمه غالب هون خطاب سوري خطاب يا خطاب شو شايف يا خطاب بهاي الصورة؟ صورة أثنان مهم 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 أوكي لارا اللي يا لارا لارا سمعين صوتك يا لارا هاين دكتورة آه يا لارا شو أك في عنا صحيح كلامك صحيح يا لارا كنت بحكي حشوة تجميلية يس عندي حشوة تجميلية موجودة على هذا السن تمام هلأ شو مشكلة هاي الحشوة التجميلية لاحظوا إنه كيف الشيء بتاعها تمام أنا برأيي إنه طبيب الأسنان اللي عامل هاي الحشوة عامل سكيب أو كان نايم في محاضرات التنت الأناتومي ليه لأنه مش عامل الحشوة التجميلية بالشكل المطلوب عاملها رف تمام الامبريجر هنا البروكزيمال سيرفس مش عامله صح فلما أجي أطلع فلاقي إنه هاي الريستوريشن is un-aesthetic restoration صحي إنها حشوة تجميلية لكنها فعليا ليست تجميلية تمام فشو كان المفروض نعمل شايفينها صورة أوضح تمام طلعوا قديش هون كيف مش عاملها من هون صح تمام شو كان المفروض إنه نشيل هاي الحشوة ولما شلنا الحشوة كان نلاحظت إنه في عندي recurrent caries تسوس تحت الحشوة تمام نضفنا لهذا التسوس وحطينا شايفين هاي القطعة المعدن هاي منسميها metal band تمام هاي المتل band بتساعدني في بناء الجزء الخلفي أو palatal surface للسن لأنه أنا ما بقدر هون أحط الحشوة تمام هيك بدي إشي من ورا يمسك لي الحشوة لما أنا أحطها فهاي البانت زي بتعملي قاعدة بقدر أنا من خلالها أحط الحشوة على السطح الخلفي ونحن منعرف طلعوا بنا بالسطح بال palatal surface وعمل الكونتور صح تمام أخذ في الاعتبار الاختلافات ما بين الانامل والدنتين لناحية الcomponent والشيد تمام بعدين حط آخر لير من الانامل بعدين هو بعرف إنه أنا هون عندي إشي من سميه developmental grooves تمام حفر السم عمل الماملون سمعين بالماملون ولا لا لا دبتور هيا و المرة أوكي بس أنا ركزوا معي تمام عمل الكونتور وبعدين طلعوا شو رأيكم بالنتيجة النهائية مبين إنه في حشوة هون لا لا صح فهذا الكورس كتير مهم جدا 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 علشان أنت لما تفوت إن شاء الله لمرحلة سريرية وتبلش تشغل في حشوات تجميلية and so on مهم جدا تعرف anatomy of the tooth علشان لما أنت تتيجي تعمل الحشوة وترجع الفونكشن والفون لسن تكون عارف إنه هون أنا عندي كصف هون هنا كذا هون كذا إذا أنت ما أخدت هذا الpoint فعيني الاعتبار أنت never ever will can able to do any aesthetic restorative function تمام هاي لمحة بسيطة هيك بس عشان أحبسكم على الموضوع تمام ورح ناخده بالتفصيل لما ناخد كل سن لسن بس مهم جدا تعرف tooth morphology هلا منبلش من برة لجوة الأسنان تمام are arranged في المouth inside two arch upper arch and lower arch صح upper dental arch منسمي maxillary arch والlower dental arch شو منسمي منسمي mandibular arch عندي الماندي بالبون تمام والأسنان اللي موجودة فيه منسميها mandibular teeth توقع هاي المعلومة كلكم تعرفوها صحيح تمام لو أنا جبت the skull تمام وعملت an midline تمام an imaginary midline بأسم الجسم أو الوجه into right and left equal halves تمام يعني لو جاء رسمت خط المنتصف اللي بيقسم لي الوجه إلى نصفان متساويان واحد يمين واحد شمال بيصير عندي أربعة quadrants أول quadrants هو عبارة عن right maxillary quadrant second هو left maxillary quadrant بعدين right left or left mandibular quadrant بعدين left maxillary quadrant بعدين منزل لتحت مع قارب الساعة left mandibular quadrant بعدين right mandibular quadrant تمام هلا هاد هو عبارة حكينا عندي lower dental arch الجزء من ال arch أو من mandibular bone اللي بيعمل supporting للأسنان منسميه l-alveolar bone تمام هاد هو عبارة عن l-alveolar bone الجزء بين الماكزلة والماندبي that support the teeth تمام هلا لو أنا جبت السن وخلعته السكت أو المكان الفاضي مكان السن شو منسميه dental alveolus أو tooth sockets تمام هو عبارة عن sockets in the jaw which the root of the tooth are held in the alveolar bone طب السن موجود جو l-alveolar bone شو اللي بربطه مع البون تعرفوا في ligaments لدي هون هيك لها difference orientation تمام بيريو ligament تمشي من البون toward the cementum of the tooth صح تمام هلا شو لو جيت أقسم المجموعات الأسنان الموجودة في الهيومن بيز أنا كإنسان كم مجموعة أسنان عندي يا آية تنتين يس عندي تنتين عندي البرائمري وعندي البرمنان تنتشن يعني أسنان لبنية كاملة وأسنان دائمة تمام هلا في الوضع الطبيعي بيجي الطفل مثلا عمره ستة شهور بيبلش يطلع أول سن لبني صح عادة ما في إيج معين ما بقدر أقول على ستة شهور عادة ستة شهور بلس ماينس فور مام يعني ما بيبلش على أربعة شهور ستة شهور ثمانية شهور أنصو تختلف على اختلاف الجينتكس عدة عوامل إنتا بيبلش أول سن لبني يطلع تمام تقريبا على عمر السنتين للسنتين ونص بنتهي بروز وظهور كل الأسنان اللبنية صح؟ على عمر الستة سنين بيبلش يطلع أول سن دائم في هاي الفترة بمجرد بداية ظهور أول سن دائم أنا بيصير عندي فترة زمنية شو منسميها؟ منسميها الميكس دينتشين بيريوز يعني أنا عندي برايمري تيث وعندي برمينن تيث الميكس دينتشين بيريوز هي الفترة اللي بيبلش في أول سن دائم يطلع وستل موجودة لبرايمري تيث صح؟ أنا مش عندي برايمري تيث بتطلع وبتوقع وبس توقع كلياتها بتطلع البرمينن تمام؟ تمام؟ لاحظوا كانوا أش إش فرمينن مولر وهذا البرمينن سيكند مولر بيطلع مكانه البرمينن سيكند بريمولر هاد هو عبارة عن المولر أو البرمينن تيرست مولر لاحظوا إنه ما في قبله أي سن لبني ودايماً بيطلع ديستل يعني إذا هذا كان الديستل سيرفس للبرايمري مولر دايماً بيطلع ديستل إله على عمره 6 سنين تمام؟ أمسكتم الطفل عمره 6 سنين بتلاحظ إنه البرمنان دايماً صار له إيربشن وبمجرد ما طلع هذا السن أنا بفوت بفترة الميكست دينتيشن بيريود تمام؟ تمام الآن البرايمري دينتيشن أمتى بتبلش؟ بتبلش بري نيتلي تمام؟ والطفل أو الجنين في رحم والدته تقريباً عند الأسبوع 14 تمام؟ وتستمر عملية الديبلوبمنت والفورميشن لحد تقريباً 3 years of age تمام؟ أو بتكتمل تقريباً لحد عمره 3 سنين طيب ليش الدكتورة حكتلي إت بيغانز تو فورم بري نيتليات أبروكسمتلي 14 ويكس نيوتريو ليش هاي القترة مهمة جداً؟ لأنه خلال مرحلة الفورميشن أو الديبلوبمنت البرايمري تيث داي أحط في الاعتبار إنه في أدوية معينة تلطى أحياناً بشكل يعني كنوع من الإهمال للمرأة الحامل علشان يتعالج مثلاً مشاكل سيستيميكال ديزيز لكن هاي الأدوية ممكن تأثر على الديبلوبمنت ل البرايمري تي كيف يعني؟ يعني إذا كانت عندي مرأة حامل مثلاً خلال الأسبوع الستاش إذا أنا عطيتها دوة من سميه تيترا سايكلين دراكت هذا التيترا سايكلين بارتبط مع الكالسيوم كومبوننت في الإنامل فبعمل لي دي فورميشن في الإنامل فبطلع السن بيكون عليه زي ستينز بنسميها تيترا سايكلين ستينز بسبب هذا الدراكت فأنا مهم جداً أعرف إنه البريغنانت ومن بالإضافة للأم المرضعة كمان لازم أتجنب إعطاءها أدوية معينة ممكن تؤثر على الديبلوبمنت أو الفورميشن للتوف تمام؟ The first tooth أو the first teeth من البريغنانت أبيرز عادة هو عبارة عن اللور central incisor وبطلع تقريباً عند عمر بستة أشهر تمام؟ وبتستمر لحد تقريباً سنتين لسنتين ونص تمام؟ شو مسميات أخرى للبريماري تيث كونها مؤقتة فقط لفترة زمنية معينة كم سن لبني عندي أحد أبيرز عشرين عشرين عشرة فوق وعشرة تخت وخمسة in each quadrants يعني واحد تنين تلات أربعة خمسة وهون كمان خمسة هذا عشرة عشرة حلو شو هي البريماري تيث اللي عندي سنترال لاترال كيناين بريماري فرست مولر بريماري سيكند مولر تمام؟ البرمنانت دينتيشن هده اللي قبل كله ماخدينه صح؟ أنا بعتبار إنكم ماخدينه وأنا بس عم بعمل الكوك رفيجين البرمنانت دينتيشن the first برمنانت توث to begin to erupt شو حكينا هو عبارة عن البرمنانت مولر وامت دايما بطلع تقريبا عند عمر الست سنين وبمجرد ما طلع هذا السن أنا بتبلش عندي فترة الميكس دينتيشن تمام؟ شو يعني ميكس دينتيشن؟ إنه أنا عندي خليط من الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة اوكي؟ امت بتنتي هاي الفترة بمجرد سقوط آخر سن لبني تمام؟ عادة عند عمر 12 سنة تمام؟ بخلص الميكس دينتيشن وببلش البرمنانت بيريو واضح؟ هلأ شو الأسنان الدائمة عندي؟ كم سن عندي؟ عندي 32 سن permanent teeth 16 في المكزلة و16 في الماندبل يعني 8 أسنان صح؟ in each quadrants central lateral canine first premolar second premolar first molar second molar and third molar تمام؟ كمان مرة central lateral canine premolar first second premolar first molar second molar and third molar تمام؟ هلأ في عندي مصطلح بسميها permanent successor شو يعني؟ هو عبارة عن أي permanent teeth that replace the primary one كمان مرة هو كل permanent teeth استبدل سن لبني يعني الpermanent central أجمى كان primary central صح؟ والpermanent lateral أجمى حل primary lateral والprimary canine أجمى حل primary canine والpermanent first premolar أجمى حل primary first molar والpermanent second premolar أجمى كان primary second molar طب هاد first molar permanent first molar أجمى حل primary teeth لا لو جبتلكم في الامتحان مجموعة أسنان وقلتلكم which of the following teeth is not successor teeth شو هو اللي حيكون molar yeah first yeah second yeah third molar صح؟ أنه ما في قبلها أي primary teeth حلو ممكن أنا أعمل classification للأسنان inside the dental arch into anterior teeth و posterior teeth الانتيريور اللي هما عبارة عن الانصيزر والكنين والباستيريور عبارة عن بريمولرز والمولرز أوكي هلأ أخذتوا هذا الأناتومي صاح؟ السن ممكن أقسمه لجزئين صح يا حسين حسين عامر وش من الصفايدة؟ مزبوط دكتورون هذا الجزء منسمي crown وهذا الجزء منسمي root طب هذا الجزء اللي بوصل الكراون بالroot شو منسمي؟ نك أوكي هلأ الكراون نك دكتورون هلأ هو شوف نحن ما منسمي نك نحن منسمي cervical line أو منسمي اسم تاني شو منسمي؟ هذا الكراون are covered by enamel صح؟ بينما roots are covered with cementum فأنا هاد اللي بربط النامل مع cementum بسمي cemento enamel junction كمان مرة الكراون is covered with enamel root is covered with cementum منطقة ارتباط الكراون بالroot يام نسمي cervical line يام نسمي cemento enamel junction cementum من cementum enamel من النامل junction منطقة الارتباط حلو؟ هلأ هون ركزول كتير مني في عندي الكراون ممكن two terms used to describe it يا إما بحكي هذا السن يا إما بوسط anatomic crown يا إما clinical crown تمام؟ الأناتومي كراون عبارة عن الجزء البارت من السن that has an enamel surface or cover entirely by the enamel يعني نيجي على الصورة هذا إيش حكينا اسمه يا حسين حسين نعم حسين طيب خالدية هذا شو يا خالدية حسين يعني يعني هون هذا كله إيش كراون انامل صح؟ لأنه فوق انامل هلا بحكي لك تعريف الاناتومي كراون the part من التوت that has الاناتومي الجزء من السن اللي cover by the enamel لأنه الروت عادة cover by cementum فالجزء من السن اللي cover by the enamel منسمي الاناتومي كراون بينما الكلينيكال كراون هو عبارة عن الجزء من السن that is visible in the oral cavity تمام؟ هلا أنا لما أجي أطلع هذا كله شايفته صح؟ فهذا كله شو بسمي؟ كراون بينما في الحقيقة هذا كراون وهذا إيش؟ روت روت هون شو صاير عندي؟ هون صاير إشي بتسمي gum recession انحصار في اللثة اللثة نزلت وكشف الجذر تمام؟ anatوميكالي بقول هاد من هون لهون anatوميك كراون هاد anatوميك روت بينما كلينيكالي سريريا هاد كله بسميه إيش كلينيكالي كراون هلا مين أطول؟ الاناتوميك كراون ولا الكلينيكالي كراون الكلينيكالي الكلينيكالي أوكي هلا في هاي الحالة فقط أنا بحكي الكلينيكالي كراون ليه؟ لأنه أنا عندي مشكلة إنه اللثة حسرت وكشف فزعت كمية الجزء من السن الإكسبوز through the gum through the gum so the clinical crown is longer than the anatوميك كراون تمام؟ هلا نفرض حالي تاني عندي مريض أو مش مريض عندي طفل بلش الماكزيلري سنترال إنسايزر يصر له إيربشن شو يعني يصر له إيربشن؟ يعني هاه بلش ينبز السن تمام؟ ظهر من السن هذا الجزء فقط وهذا تخيلوا وهذا الجزء كله تحت الجم حلو؟ هذا جم أعتبرو كله جم هلأ شو هو الاناتوميك كراون؟ according to the definition هو عبارة عن التوث that's covered by the enamel تمام؟ طيب شو هو الكلينيك الكراون هون؟ أحد يعرف؟ بس هي اللي مبين؟ بس هذا الجزء اللي مبين بينما الاناتوميك كراون من هون لحد السمنته ينما الجنشن هلأ مين أطول فعليا؟ الاناتوميك الكراون لأنه الكلينيك الكراون مش ظاهر منه تقريبا غير الانصايزل two third صح؟ أو الانصايزل third فالكلينيك الكراون قد يكون أطول أو أقصر من الاناتوميك كراون شو الانديكيشن للسمنتو إنما الجنشن هاد الاناتوميك كراون الكلينيك الكراون الاشي اللي ظاهر عندي إذا كان يعني لسه بارشي اللي إيرابتد ظهر جزء منه الكلينيك الكراون بيكون قصير أقصر من الاناتوميك كراون لكن زي هاي الحالة عندي قم ريسيشن صار إكسبوجر للبون للسوري للروت فهون الكلينيك الكراون أطول من الاناتوميك واضحة هاي النقطة أعزائي هاد 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 دكتورة تمام تعرفوا شو هو الانامل نعرف شو هو الدنتين نعرف شو هو البلب صح هذا شو هذا هو الانامل هذا الدنتين وهذا عبارة عن البلب وهذا البلب تيشو الانامل يعتبر الدنتين اللي هي منطقة العاج تمام وهي بتكون تقريبا البلب المين البلب لاحظوا انه تقريبا البلب لانه الدنتين موجود في الكراون والروت بينما السطح الخارجي للروت هون سمنتم وهون انامل و الانسايد لتوث عندي ايش عندي البلب هلا البلب بقسمه لجزئين عندي الكورونا البلب تشامبر هذا الجزء اللي في الكراون تمام بسمي البلب تشامبر وهون شو بسمي هاد هاد بعرف البلد كنال كنال راديكيولر البلد اللي هما البلد كنال سبيس اللي في جواته موجود راديكيولر البلد تمام هلا في نقطة بدي أحكي لكم إياها the size of the radicular bulb decrease as the root canal become narrower مع الage تمام الدنتين بيبلش يترسب كمان وكمان فشو بيصير بحجرة العصاب تصغر تصغر أصغر يعني لو جبت طفل يعني تينيجر زبنا نحكي وجبت old مام واخدت السن وعملت longitudinal section هلاحظ أنه البلد أو الريديكيولر للطفل أو التينيجر هيك بيكون واسع بينما old man بيكون فيه زي صار narrowing في البلد شامبر ليه لأنه فيه عندي هنا secondary dentine أو tertiary dentine أو بالأحرى هي secondary dentine تستمر في عملية dentine deposition throughout the life تمام فبيصير narrowing أو decreasing في البلد شامبر أو البلد space تمام إذا جبت في الامتحان which of the following has wider pulp شامبر teenager woman man older age من دائما عنده wider teenager teenager واضحة تمام هلأ أخذت two surfaces صح acin according to its position ممكن يكون عنده five surfaces تمام يعني crown لل incisor وال canine عندي four surfaces and one منسمي ridge عادة بينما molar and premolars عندهم four أو five surfaces هلأ بنناخد surfaces واحد one by one أول إشي ناخد anterior teeth الجزء أو surface من that facing the lip شو نسمي labial surface بينما surface من posterior teeth that face the cheek منسمي baccal so البuccal فقط لل posterior والlabial لل anterior ما بقدر أحكي الكنine عنده baccal surface لأنه الكنine is facing the lip وأي إشي بface the lip منسميه labial بس بس بقدر أحكي facial so the facial collectively used to describe labial والbuccal بس مجرد ما أحكي labial أنا فقط للأسنان الأمامية والbuccal هو عبارة عن facial surface للأسنان الخلفية تمام كمان مرة labial surface هو عبارة عن surface toward the lip في anterior teeth البuccal surface هو عبارة عن surface toward the cheeks في posterior teeth واضحة تمام كل surface that face toward the tongue شو منسميها lingual surface lingual في lower وإيش منسميه في الأبر boral أو palatal نو 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 منسميه palatal palatal لأنه facing the palate تمام so في lower منسميها lingual لأنها face the tongue وفي الأبر منسميها palatal لأنها facing the palate تمام هنا في عندي two proximal surfaces هي الأسطح الجانبية could be mesial and could be distal أين تكون mesial أين تكون distal mesial أقرب أقرب لل midline بسميه mesial بينما الجزء اللي بعيد منسميه distal لاحظوا هون نبلش من هون هذا distal وهذا mesial الميزيل لهذا ارتبط مع distal لهذا صح؟ والميزيل لهذا ارتبط مع distal لهذا كمان مرة الميزيل لهذا ارتبط مع distal كل الأسنان الميزيل لها ترتبط مع distal لا الادجيسنت ما عدا مين الثرد موردر نو نو ما عدا central لاحظوا الميزيل لهذا بارتبط مع الميزيل الادجيسنت سنتر ليه لأن الميد لاين أصلا جايب المنتصف بيناتهم فهذا ميزيل هذا ميزيل حيلتقوا في ميزيل آريا تمام لكن بقيت الأسنان لاحظوا ميزيل مع ميزيل لهذا مع distal لهذا الثرد مولر خلص ما في distal كونتاكت له واضح يا تانية تانية واضح هذا السطح شو بنسميه وشو خلوزل occlusion مع الأبوزن rule of thirds يعني هذا عبارة عن الماكزيلري central incisor وهذا عبارة عن الفاشيال view أو بقدر أحكي باكا view لا يعني يعني أنا بتطلع على السن من الأعلى ميزو distally تمام بقسمه إلى ميزيل third middle third and هذا شو distal تمام هلأ ليش أنا حكيت هذا ميزيل لأن أنا هون شو عاملة حاطط لكم الميد line باعتبار إنه الثرد القريب من الميد line شو بسمي ميزيل third والجزء اللي في النص middle والجزء اللي بعيد عن الميد line شو بسمي distal third so the labial surface could be divided into thirds ميزيل this middle and distal تمام واللين هاي كيف جاي vertically طب لو أنا عملت horizontal line تمام ما تغشو هذا شو منسمي الثرد incisal ليش incisal لأنه قريب على incisal هذا middle وهذا شو بنسمي cervical لأنه قريب على cervical line تمام كمان مرة labial surface cervical incisally بقسم لا incisal third middle third and cervical third واضحة واضحة في حدا مش واضح انه هاي النقطة تمام هلأ لو اجينا على roots برضو من نقسم the roots into thirds هذا third منسميه cervical thirds لأنه قريب على cervical line هذا منسمي middle لأنه في middle وهذا منسمي apical third لأنه قريب على apex of the roots تمام واضح هذا from labial view هلأ لو جبت السن تمام وخلعت ولفيت وبطلع عليه من mesial view تمام mesial أو distal view تمام هذا الجزء شو منسمي labial أو facial هاد منسمي middle وهذا منسمي lingual أو palatal هلأ ليش مهم هاي rule of thirds لأنه مثلا بيجي بحكي لك اللابial surface from the mesial view خلاص بعرف إنه هاد كيف جاي جاي convex صح بينما lingual thirds من mesial view لاحظ كيف جاي concave فمهم جدا إنه labial surface تمام يكون كذا هلأ إذا أنا ما وصفت إنه قلت مثلا labial thirds صعب جدا إنه أحدد الarea for area of description أو توضيح فقلة قدام بيصير أسهل في عملية communication مع بعض إنه مثلا نوصف هذا الجزء من كيف شكل السن جاي convex تمام بينما ال lingual bgh concave مقعر ومحد تمام كمان مرة هذا شو بنسميه كله mesial middle distal تمام cervical middle incisal واضح هون وين الغلط في حدا بقدر يكتشف لي وين الخطأ yes هاد بنسميه خطأ هون تمام لما شايفين مثلا لو أنا اعتمدت على سلايدات تمام هاي الصورة مثلا أنا ما خدها من النت طلعوا من النت كيف هون هاي ايش سيرفايكل صح وهاي شو أبيكل ليه لأنها قريبة على الابكس هلا لو أنا اعتمدت بس على سلايد بالامتحان كلكم هتحلوا هيك تحطوا هون أبيكل وهون سيرفايكل ففكرة الرفرنس بالفجأة ها بحكي الأساسي هو الكتاب المصدر الأساسي هو الكتاب أي اختلاف معلوم بسيط رقم بين الكتاب والسلايد الكتاب هو المرجع الأساسي تمام نفس الفكرة لاحظوا خطأ هون هاي خلصنا هيك الرول واضح للجميع هلا بدنا نحكي عن إشي منسمي line angle وpoint angle بدنا نتخيل السن كأنه box تمام ولاحظوا مثلا نفرض إنه هذا السطح وهذا السطح تمام هذا السطح الأحمر بلتقي مع السطح الأزرق ب بايش بلين صح صح عملية التقاء مع بعض بلتقوا بلين منسمي line angle بينما التقاء ثلاث أسطح مع بعض هذا السطح وهذا السطح وهذا السطح بلتقوا بايش بpoint منسميها point angle so angle معناها عملية junction باعتبار تمام بينما الpoint عندي two three surfaces بينما line عبارة عن التقاء كم surface two surface تمام هلأ منني يجي انطبق ما قلناه على الأسنان كيف يعني كمان مرة two surfaces union عبارة عن line angle بينما three surface point تمام نفرد بين الpointer ولا مش واضح هاد كله labial surface صح هاد كله labial surface وهاد شو اسمه هون distal surface الميزيل sorry distal والlabial بلتقوا بline شايفين هادا الline بعدين هاد الline شايفينه اللي بربط labial surface مع distal surface شو بسميه بسميه distal labial line angle طريقة التسمية بدنا ناخد هاي في الاعتبار اول اشي منسمي الميزيل او distal proximal surface تمام وبشيل الال وبحط محلها o تمام بتصير mesio او disto تاني اشي اذا كان عندي facial surface بتصير mesiolabial mesiobuccal mesiolingual تمام طيب لو كان عندي incisal وocclusal نفس الفكرة دايما ببلش بالproximal mesiolabial mesioclusal line angle طيب لو كان عندي labial surface وincisal او occlusal surface ببلش في labial lingual وبعدين بكمل بالincisal بتصير labio لاني بشيل الال بحط محلها o labio incisal line angle تمام طريقة التسمية ببلش برقم واحد واثنين او واحد وثلاثة اذا كان عندي هاد وهاد labio incisal ما بقدر احكي incisal mesio line angle تمام طريقة التسمية mesio occlusal line angle هلا هون مهم جدا تعرفوا مثلا هاد السن امامي صح كم line angle عندي عندي labio incisal line angle mesolingual line angle mesolabial line angle lingual incisal line angle disto lingual line angle disto labial كم ستة 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 صح هون فعليا عندي تمانية تمام ممكن اجب لك the number of line angle في الانتيريور teeth كام ستة 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 يا بتقول ستة يا بتعود تعد تتخيل الصورة بتعود تعد في البوستيريور teeth عندي تمانية تمام هلأ نرجع على point angle point angle لاحظوا هاي الpoint مثلا اخترت هون point معينة تلتقي ما بين الانصايزل تمام labial هيك وdistal هيك فشو بسميها كيف طريقة التسمية disto labial incisal point ولا line point 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 لأنها التقت ثلاثة أربعة وثلاثة يا خطاب أبدعت تمام واضحة هاي طيب هلأ كم point angle عندي هون أربعة تمام وهون على الصورة مبين أربعة تمام بس مين يعمل لي هيك زي يوم الثلاثة زي presentation إنو الانتيريور كم line angle فيها مع مسمياتها وكم point angle فيها مع مسمياتها والبستيريور كم line angle فيها وكم point angle فيها مين أنت محمد 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 آخر إشي نيجي للتوث numbering system I think إنكم أخدتوهم صح أخدتوهم أخدتوهم universal والpalمر والFDI صح تمام ماذا أهمية التوث numbering system تسهل عملية الكميونيكيشن بالإضافة إلى رموز يعني مثلا ما سي رحكي السن 14 ما حدا بفهمها إلا دنتس صح تعرفوا لغة العصافير هاي اللي بتصوصووها أهل نابلس حدا بعرف يحكيها طعم مش مش طعم هاي شو فكرتها بدل طريقة التسمية الصحيحة للسن إنه أنا بس جي بالdentition تمام سواء permanent أو primary الarch لازم maxillary أو mandibular side right أو left وستوثنين فبدل ما أصير أحكي يا خطاب مثلا احفر لي permanent maxillary right central incisor خلاص بعطيه رقم السن according to the system وهو بيبلش إيش يعرف أي سن تمام لأ شو السيستم اللي عندي عندي الpalmer rotation system شو فكرت الpalmer قسملي الoral cavity لquadrants تمام ورمز لكل quadrants برمز معين يعني هيك upper right هيك upper left هيك lower left وهيك lower right يعني إذا أنا إجيت وعملت هاد وحطيت هون رقم خمسة شو يعني هذا الرنس؟ يعني upper left second first premolar نو يعني ها بلجت second premolar second الأسنان من رقمهم من واحد لتمنية لأنه أنا عندي تمانية تمانية ستتاش ستتاش وستتاش وستتاش واثنين وثلاثين تمام إذا هاد برمز ل الكوادرانت شكله كيف رايح والرقم برمز ل السن كمان مرة عندي كوادرانت تمام لحظة هو ماخد هذا الشكل شايفين إذا جبت horizontal line فهو هذا ماخد هذا الجزء تمام كمان مرة هذا السن كيف شكله هيك أوكي والبرمز لنستخدم أرقام من واحد لتمنية طب البرايمري تيف نعطيهم من الحروف الأبجدية من A تو E إذا أنا عملت هاد هاد عبارة عن شو رؤة رؤة الحنني رؤة نعمة رؤة سوار سامعين نعمة رؤة أو سوار شكلهم في سابع عيني بحكي لك عيني دكتورة يلا يا سوار سوري ما انتبه lower left second هي ما في premolar second molar molar أبدعتي تمام شايفين عندي الكوادرانس كيف الرمز والبرمينن تيف من واحد لتمانية البرميني تيف A B C D E تمام واضح بالمر نيجي على universal system universal system عبارة عن طريقة الترقيم من واحد لستاش تمام للأبر بعدين نمشي كيف باجي عندي الright لو الright لا نمشي as a clockwise manner تمام 17 32 يعني ببلش من الأبر right third molar بأخذ رقم واحد تمام لحد الأبر left third molar بأخذ رقم ايش 6 بعدين lower left lower left third molar بأخذ رقم 17 والlower right third molar بأخذ 32 نتبه للclockwise movement تمام هيك من واحد لستاش third molar بعدين 17 ل32 بينما في primary teeth ببلش بالأحرف a b c d e f g h i j هاد الاش primary الأبر left primary second molar بعدين بأجي هون k عبارة عن lower left primary second molar تمام وبأكمل لحد lower right primary second molar واضح وهي شايفين الأسهم ضروري تمام ال f di system عادة هو أكثر system يستخدم باعتمد ال f di على two digits تمام رقمين يعني أول رقم indicate the quadrant ثاني رقم indicate the number of the tooth يعني عندي أي رقم في عندي أول رقم وعندي الثاني رقم أول رقم برمز ل quadrants يعني رقم واحد برمز لل upper right quadrant رقم اثنين يرمز لل upper left quadrant ثلاثة لل lower left quadrant أربعة لل lower right quadrant هذا أول رقم لاحظوا واحد واحد تمام واحد واحد هذا كله عبارة عن upper right الثاني رقم يرمز للرقم السن أو الموقع السن أو اسم السن يعني واحد واحد 11 يعني واحد واحد معناها upper right maxillary central incisor ثاني lateral 3 key nine first premolar 5 second premolar and so on تمام هون رقم 2 مثلا 21 2 indicate the quadrant بينما 1 indicate إيش التوث number من 1 إلى 8 and so on 3 هون بعدين بقى رقمها للرقام الأسنان 1 2 3 4 1 8 واضح ال-FDI يعني لو حكيت سن 4 6 indicate which tooth lower right first molar lower right first molar bravo تمام بالنسبة لل primary teeth نفسها بس بكمل هون 5 هون 6 هون 7 هون إيش 8 فأول رقم 5 indicate the quadrant اللي هو هاد عبارة عن ال-apparate و ال-1 و-2 ترمز للسن هون ممكن أحط 5 56 تمام لا لا لي لأنه أنا بس عندي 5 primary teeth in each quadrant تمام هلأ شوفوا أنا عندي نقطة معينة أنا بحب الفهم تمام بحب هون أصدها الإش البني اللي سأل مين اللي سأل آه دكتورة آه أصدك هذا البني هذا زي pigmentation صايرة في القنب تمام هاي hyper pigmentation في القنب تمام لفئات معينة أولى زي ethnic groups زي كأنه حسب دايما ال black people ودايما الهنود بتكون عندهم زي عملية إفراز الميلانين على القنب بتكون أكتر هاي بعملولها دي pigmentation بالليزر علشان ترجع القنب زي ما كانت تمام وهاد اللي هون بداية التسوس عنده الطفل المهم أرجع للنقطة اللي بدي أحكيها أنا كتير 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 بحب الفهم واللخبطة في الأسئلة يعني المعلومة هي حتكون موجودة في السلايد بس أنا بلفه بطلع فيها تمام بحب ألف وأدور بحب أشوف مين اللي فاهم ومين اللي باصم وجاي بس يعني حافظ مش فاهم فإدرسوا منيه رجاء وأي سؤال للمرة القادمة هيك منكون خلصنا محاضرة اليوم في أحد عنده سؤال دكتورة بس لو سمحت تحط اللي باصل والريكورد عن المزاج من عيوني يا محمد ونرجع نقول المرصدر الأساسي لكم وين الكتاب دكتورة ها لو يعني في نهاية كل ملف أو سلايدات اللي بنشرحن في المحاضرة بيكون مثلا الصفحات المعينة من الكتاب اللي نرجع لها شوف أنت هلأ في البيت قاعد صاح عندك محاضرات اشي اه ولا للثنتين ولا اليوم دكتورة طيب بعد الثنتين اطلع هيك خد بريك اشتري من على الطريب وميل على المكتبة وإطبع أول شابتر تمام وإقرأ من الشابتر وأي بوينت مش فاهمها حط عليها نوت تمام وبلشوا يعني اقرؤوا من الكتاب السلايد خلوها يعني زي بيقولوا للمراحل الأخيرة بس مهم مهم جدا تقرؤوا الكتاب شوفوا لغة الكتاب تعرفوا على الكتاب اطبعوه هيك عشان تحسوا حالكم أطباء يعني يلا يعطيكم العافية الله عافية ترجمة نانسي قنقر